أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيف واضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن محمد حشيش سهلاً كابتننا سلام إزاي بشرف ومنوع حبيب ربنا خليك كابتن حشيش أنا دايماً السؤال المعتاد قبل مباراة لأليو الزمالك لعبت كم ماتش أليو الزمالك؟ لعبت كتير طب كم سنة؟ ما إحنا بنحسبها بالسنين؟ من 80-81 لغاية 87 6-7 سنين يعني قول تقريباً على الأقل 14 بضرف في اتنيننا أهل الزبط حاجة كده يعني مباراة يعني مختلف عن أي مباراة تانية صحيح يقولك إيه الاختلاف يعني يقولك يعني مختلف عن أي حاجة تانية؟ اختلاف إن دايماً المنافسة بين أهل وزمالك والشعبية أهل وزمالك صحيح والمباراة دي بالتحديد بتبقى يعني مولد نجوم ومباراة مؤسرة أي واحد يحرز هدف أو بيلعب مباراة كويسة الجمهور بيفضل فكرها له عن أي مباراة تانية في الدنيا يعني تسأل جمهور الأهل أو الزمالك من حوالي 20 سنة مثلا 25 سنة ماتش كذا كذا يقولك أهو ماتش الأهل وزمالك كان كذا والأهل عمل كذا يعني فمن هنا المباراة طبعاً يعني مهمة جداً المباراة طبعاً في العادي مهمة إنما المرة دي بقى مهمة بزيادة لأنها أول مرة تتلعب كاس مصر يتلعب في المملكة العربية السعودية التنظيم اللي احنا طبعاً إن شاء الله مستنيينه والأحداث اللي حوالين المباراة والجوائز والاهتمام الكبير والدنيا كلها مستنيها يعني الدنيا كلها مستنيها يعني في العادي طبعاً الناس قاها بتستنى مباراة أهل وزمالي بفارغ الصبر إنما المباراة دي كمان واخد مزاق خاص إنها في المملكة العربية السعودية طبعاً يعني حاجة مهمة مباراة التاريخ بريبك إنها تكون أول مباراة نهائي كاس مصر وبتلاقي في المملكة العربية أعتقد حدث تاريخي حدث تاريخي طبعاً كلنا مستنيينه الناس برضو هتفتكر يقولك أول مباراة اتلعبت أهل وزمالك في السعودية النتيجة كام مين اللي كسب مين اللي قد كويس حاجات كده كتيرة يعني فهي طبعاً المباراة مهمة الفرقتين طبعاً يعني نادي الأهل طبعاً بمشواره اللي فات في حالة بدنية وفنية عالية بطولات الحياة كتيرة خلال فترة اللي فاتت الزمالك في حالة فوآن الفترة الأخيرة مع المدرب طبعاً الجديد وده وضع طبيعي لما انتعرف بدايماً لما بيحصل تغيير في المدير الفني صحيح بيحصل استنفار للجهد واللعيبة بتبعيزها كلها طبعاً تثبت لمدرب الجديد كفائتها وإنها جديرة بإنها تكون موجودة بان على نات زمالك خلال الفترة اللي فاتت طبعاً إن نتائجه طبعاً بتتحسن فده طبعاً يعني حيزود المنافسة بين الفرقتين بس طبعاً اللي عايزين نقوله إن مرات الأهل وزمالك بالتحديد يعني ملهاش من قياس عمرها ما كانت بحالة الفرقة الأهل أو الزمالك قبل المباراة مين أحسن مين كذبان مين كذا مين كذا ما فيهاش توقعات خلص طبعاً فيش توقعات خلص المباراة دي كمان هتبقى حماس حماسية أكتر من الطبيعي زي بقولك للأحداث اللي احنا اتكلمنا عليها دي هتبقى حماسية الأحداث دي بيتزود الحماس طبعاً بتزود الحماس المباراة كونها كمان خارج مصر لها طبع تاني يعني اللعبة ما بتروح بتلعب في أي دولة وحنا شوفنا النادي الأهلي إما لعب قبل كده السوبر في الإمارات ولعب كاس عالم أندية في السعودية فبتحس إن اللعبة في حالة تانية حالة تانية عشان كده أهم مفاتيح الفوز هو إزاي تقدر تسيطر على الحماس بتاعك الكبير ده أيو انت هتبقى متحمس يعني بقوة فاللي يقدر يبقى أهدى ووثق من نفسه ومصر حاطة المكسب قدام عينه ومصر على المكسب هو ده اللي ممكن إن شاء الله مع التوفيق طبعاً توفيق ربنا هو ده اللي هيوصلنا إن شاء الله لنا أهل المكسب يعني